لهذا العرس الانتخابي إذن نربط الاتصال مباشرة من موفد قناة النهار إلى ولاية تامن راست عبدالله بالغربي أهلا بك من جديد عبدالله مرحبا بك مجددا حنان ولكل مشاهدي قناة النهار إذن كما قلت تغطيصنا المباشرة متواصلة هنا من ولاية تامن راست للانتخابات الرئاسية سبتمبر 2024 إذن طوابير لا تزال طويلة هنا بمركز الإجراء عباس الغرور بولاية تامن راست إذن معي هنا مجموعة من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم صبيحة اليوم بداية العلميني مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام يعني اليوم جيتوا بكلام من أجل الإدلاء بأصواتكم بأصواتنا الفور يعني حدثنا يعني اليوم اخترتوا أنكم الجو صبيحة عوض ربال لأنه الجو يساعدكم ساعدنا الجو لأن الحرارة مرتفعة جاءنا بس من فتو الصباحية ندو الوجه بنتاعنا ربما أنتم هناك وش تنتظروا ربما الرئيس الجديد؟ ربما أنتم هناك وش تحتاجوا إلى تنمية أكثر نحتاجوا بزاف الله ياسر الله نحتاجوا نحتاجوا طريقه نحتاجوا ياسر الله ياسر الله يعني اليوم أديت الواجب التيعك ربما أنتم وش تقول المواطنين ربما المشاهدين يرى من شكورك هل يتوجه المراكز؟ يتوجه المراكز يتوجه المراكز يدع الفور هل حكتوا هنا لقيتوا كل الظروف مهيئة؟ كل شي مؤسسة وكل شي مخدومة رب يعاونهم شكرا جزيلا أنك أيضا معي متدخل آخر مرحبا السلام عليكم ورحمة الله حدثنا اليوم على اليوم جيت باكرا من أجل إداء بصوتك الحمد لله يا جينا صباحنا قضينا أمورنا الحمد لله من جي التسهيلات والنظام كل شكاين ما شاء الله نرجو من المواطنين الرغبين في تقدم إلى صندوق الجراح ويؤدوا بأصواتهم ونرجو من الرئيس هذا ليتخل مهد بنا أول حاجة يخدم لنا البلاد صراحة ويشوف حال المواطنين والسكان عامة في الجزائر ونفضلوا حدا على فضل كل هناك جزائرين من أبينا الرئيس ليطلع يسقم لنا البلاد ويطالف الشباب الشباب هما كل شيء هولوية للشباب والحمد لله هنا كل شي موفرة عنده كنت تسهيلات هنا على مستوى المركز إن شاء الله من جيت لاستقبال من جيت لمكاتب من جيت قاعد سبحان الله والحمد لله وماذا بينا لحنا الرئيس ليطلعها أول حاجة يجي يضرب لنا التدورة يجينا ماذا بينا يشوف البلاد يشوفها بنفسه ما كان لا شيء وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله رب الله لنا شوفوا أيضا حديد كبير من المواطنين هنا يدل على أن المواطنين عندهم وعي وقالوا ما شاء الله هنا سكانت مراست عندهم وعي لكن سكانت مراست ما شاء الله الحمد لله على كل حال عندهم وعي وعارفين وكلها على من يفوتوا وكلها مع ماشي وماذا بينا لحنا الرئيس هذا ليطلع يطلينا كما طلّهوا فيه الناس يطلع فينا إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا معي هنا متدخل آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حدثنا اليوم على اليوم قدت الواجب بتاعك الواجب نشاء لليل جيت نعده إن شاء الله الواجب ماشي بالخطوة جارية إن شاء الله إن شاء الله يوم من لقيت كل الظروف مهيئة مهيئة مستقبلون بأي شرور بكل شيء ربما واش تنتظره من الرئيس الجديد ربما أنت أنتخب إن شاء الله نطلبون الرئيس الجديد اللي نتاقبوا عليه يطلنا ويطل الشباب شوية ونطلبوا لي إن شاء الله التوفيق منهم المسلمين ونقول حالة جارية إن شاء الله والحمد لله إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا إذن زميلتي حنان وطارق ربما كانت هذه صريحة بعض المواطنين الذين أدوا بأصواتهم هنا بمركز الإجراء عباس لغرور بولاية تامن راس إذن المواطنين لا يزالوا يتوفدون على مركز الإجراء من أجل الإداء بأصواتهم كما قلت هنا خارج هذا المركز هناك طوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون دورهم من أجل الولوج والدخول إلى مراكز الاقتراع يعني تقريبا هنا الأجواء التنظيمية محكمة على مختلف المراكز وهو ما صهرت عليه التنسيقية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات عبدالله نعم عبدالله فقط سؤال آخر كما لاحظنا في هذه المشاهد التي تنقلها الآن على المباشرة أن هناك إقبال كبير للمواطنين من أجل التصويت والإدلاع بأصواتهم في هذه الرئاسية أعتقد عبدالله أن المواطنين في المناطق الجنوبية وفي طمن رست يتفادون الخروج في أوقات الذروة عبدالله نعم زمير طارق وهو كذلك المناطق الجنوبية هي معروفة بارتفاع درجة الحرارة وبذلك المواطنون يعني تقريبا قبل فتح المركز الإجراء هنا كانوا توفدوا على هذا المركز يعني حتى تكون درجة الحرارة منخفضة تقريبا يعني بعد الساعة العاشرة أو الحادي عشر ينقص العدد نظر للارتفاع الكبير في درجة الحرارة ثم ربما في المساء أيضا يعني سيعودون إلى يعني يتوافد بقية المواطن الذين يلميذوا بأصواتهم على المركز تقريبا بعد الساعة الرابعة أو الخامسة مساء إذن كما قلت يعني العملية هنا متواصلة على مستوى هذا المركز يعني كما تشاهد المواطنون يتوافدون على هذا المكتب هنا يعني تقديم وثيقة الهوية وبطاقة الناخب يعني الأوراق الخاصة بالمترشحين الثلاثة والإدلاء بأصواتهم إذن الظروف هنا كلها محكمة المواطنين يعني كما قلت يعني يتوافدون هنا بأعداد كبيرة طوابير لا تزال طويلة هنا خارج هذا المكتب والعملية مستمرة في ظروف حسنة زميلي طارق إذن شكرا لك زميلي عبد الله بالغرب على كل هذه التوضيحات إذن المشاهدين